لماذا هذه المرة الوضع خطير؟ لماذا هذا الخطاب المغرب الذي يقول أن الوضع خطير؟ نتحدث عن تحركات عسكرية مغربيين نتحدث عن حركات ديبلوماسية باتجاه الأمم المتحدة وحتى باتجاه عواصل هناك استنفار مغربي على كل الصعود عسكريا وسياسيا وديبلوماسيا المغرب لا يأخذ أمور بشكل عادي لأن جزائر تحاول أن تجعل بوليساريو لديها مركز قيادة داخل الأراضي الصحراء المغربية وتدرون نقل هذه المواقع من تندوف اللي هي جزائرية حيث الخيامات البائسة للاجئين وعيث تتربى أجيال لا مستقبل لها تضحية بالصحراويين مساكين الصحراويين كيف يقبلون أن يعيشوا في الظروف التي تريد الجزائر أن تجعلهم يعيشون فيها بينما هم رحاب المملكة المغربية التي يستطيع أن يتمتع فيها بحق المواطنة والعيش كمواطن مغربي طبيعي في ظل ظروف معاشية لائقة بالإنسان فأنا يعني عمليا المغرب يأخذ الأمور بجدية ولا يمكن أن يقبل كما صبخ وقال ضيفك من الرباط بأي مساس بسيادتي الوطنية هل المجتمعات؟ وهكا محاولة حدقية لتغيير طبيعة الوضع القائم هذه هي المشكلة الأساسية وهذا يعني عمليا تقول الجزائر أنها ترفض ترفض الاعتراف بأن هناك أولا ترفض الاعتراف بأن لديها عقدة تجاه المغرب أولا ثانيا ترفض الاعتراف بأن المغرب حقق اختراقات على قول سعيد وهناك تفهم أكبر للموقف المغربي وللطرح المغربي وهو طرح واقعي نشروع الحكم الذاتي الذي بدأت تتفاهمه الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بشكل عام يعني وضع المغرب أفضل أفريقيا وحتى دوليا وهناك يعني تقصير من الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة أسيرة بعض القرارات الصادرة في الماضي وهي قرارات غير واقعية فرضتها الدبلومانسية الجزائرية وفرضتها الحرب الباردة التي نشأت في ظلها ما يسمى قضية الصحراء ترجمة نانسي قنقر